يروي أحدهم يقول خرجت إلى البادية أنا وصاحب لي فظللنا الطريق فرأينا خيمة منصوبة لجأنا إليها وإذا بها امرأة قلنا لها إنا ظالون فألقت إلينا مسحا مثل سجاد وقال تجلسوا حتى يأتي ولدي فيقضي ذمامكم يعني يقوم بواجب الضيافة فصارت كل ساعة ترفع طرف الخيمة وترقب ولدها وإذا بها ترى راكبا من بعيد قالت اللهم إنا نسألك بركة المقبل الجمل جمل ابني والراكب ليس هو فلما أقبل هذا الراكب قال لها عظم الله لك الأجر بولدك عقيل يا أم عقيل قالت أو مات؟ قال بلى تزاحمت عليه الإبل فسقط في البئر ومات يقول الراوي فكانت متماسكة ساكنة مطمئنة قالت له إذن انزل من على ظهر الجمل واقضي ذمام القوم قم بواجب ضيافتهم ودفعت إليه كبشا فدبحه ثم طبخته وقدمته إلينا فلما أكلنا أقبلت علينا وقالت من منكم يحفظ آيات من كتاب الله عز وجل فيتلوها عليه فأتعزى بها على فقد ولدي فقلت أنا أحفظ فقرأت عليها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالت بالله عليك هذا في كتاب الله قلت بلى يقول فصفت قدميها وصلت ركعتين ثم توجهت إلى الله قالت اللهم إني فعلت ما أمرت فأنجز لي ما وعدت فعجبنا من عجيب سكينتها وطمأنينتها وقت فقدان ولدها ويروى عن أحد الفلاسفة الرواقيين وهو يوليوس كانوس حكم عليه بالإعدام فكان يوم أعدامه دخل عليه حارس السجن فوجده يلعب الشطرنج مع صاحبه فقال إن وقت أعدامك قد حان فقام وهو مبتسم يقول ممازحا زميله الذي يلعب معه قال إذا خرجت للموت فلا تغشني فيقال أنك غششت الموت ثم خرج بحالة من السكينة فلما سئل ما هو شعورك وأنت ماضا إلى حبل المشنطة قال إني أستعد لتجربة جديدة وهي تجربة خروج الروح من الجسد وزار جمع من العلماء أحد فقهائنا وكان مريضا فدعوا له بالشفاء قال إني لا أريد الشفاء فتعجبوا من كلامه قال لأنني في حال المرض وجدت قربا ولذة مع الله عز وجل ربما إذا شافاني لا أشعر بهذا القرب ولا بهذه اللذة هؤلاء وغيرهم كثير واجهوا أصعب الأزمات في حياتهم ولكن بحالة من الطمأنينة والسكينة حالة من سكون القلب ومن الرضا وهم يواجهون أقدارهم في الحياة الحياة والموت الغنى والفقر الصحة والسقم إنما كانت عندهم هذه السكينة لأنهم تبنوا فلسفة في الحياة توصلهم إلى حالة الطمأنينة في أحلك المواقف وأصعبها والطمأنينة هو الشعور الذي ينشده كل إنسان كل فعل أنت تفعله سواء فعل ديني فعل دنيوي تريد الشعور الطيب بعد هذا الفعل تريد الطمأنينة لذلك بعض الفلاسفة سمّوا الطمأنينة بالخير الأسمى وصفوها بالخير الأسمى قالوا الطمأنينة هي عمق السعادة ما هي الطمأنينة أن تكون ساكن القلب منشرح الصدر مرتاح البال وأنت تتعرض لإهانة مثلاً وأنت تعاني من فقدان وظيفة مثلاً وأنت تعاني من مرض عضال وأنت تعاني من ابتلاءات ومصائب تحافظ على سكينتك وطمأنينتك هذا ما ينشده كل إنسان لذلك هذه الليلة وليلة الغد سنناقش ما هي الفلسفة التي نحتاجها في حياتنا ما هي المبادئ ما هي القوانين التي نحتاجها في حياتنا حتى نواجه ابتلاءات الحياة فنكون أكثر صلابة نفسية نكون أكثر سكينة وطمأنينة وأقل انفعالاً اتجاه مصاعب الحياة أقل غضباً أقل اكتئاباً أقل حزناً اتجاه ضغوطات الحياة ما هي هذه الأركان ثلاثة وأنا أعدك من يلتزم بهذه الأركان ويروض نفسه نفسه عليها وأوجه الكلام لنفسي أولاً أنا أحوج بها منكم أو أحوج لها منكم من يروض نفسه عليها في كل يوم ويجعلها شغله الشاغل فلابد أن يصل إلى حالة من الطمأنينة الثابتة الساكنة المستمرة في حياته ما هي هذه القوانين الثلاثة؟ أول قانون نتحدث عنه هذه الليلة أو أول ركن نتحدث عنه هذه الليلة وركنان نتحدث عنهما ليلة الغد إن شاء الله الركن الأول هو ركن العقل يعني ما سنتحدث عنه هذه الليلة مجرد طريقة تفكير في الحياة يعني بإمكانك أن تقلل من ألمك من حزنك من همك وغمك وأن تجالس في مكانك دون أن تسلك أي سلوك أو تفعل أي شيء لأن هذا الركن الأول عمليات عقلية تديرها في ذهنك قائم على ثلاث ركائز سنناقشها هذه الليلة إذن أعيد مرة ثانية هي أركان ثلاثة كفلسفة حياة نحن نحتاجها حتى نصل إلى الطمأنينة والسكينة وسلامنا الداخلي الركن الأول هو العقل هذا العقل طريقة تفكيري العمليات الذهنية التي أجريها في عقلي هو كفيل بأن يوصلني إلى درجة من الطمأنينة ما هي الركائز وطرق التفكير هي ثلاثة نذكرها هذه الليلة اجعل هذه الركائز ارجع عليك دائماً متى ما أحسست بضغوطات متى ما أحسست بألم في الحياة اجعل هذه الركائز الثلاثة مرجع عليك ترجع عليها وهي الركائز العقلية الثلاثة طبعاً هذه الأفكار كلها مستلهمة من الآيات ومن روايات آل البيت عليهم السلام الركيزة الأولى تقول بأن الأحداث من حولنا حيادية شوني يعني؟ يعني نحن نصاب ابتلاءات كثيرة نواجه مصاعب كثيرة نواجه ضغوطات كثيرة تقول الركيزة الأولى هاي الضغوطات التي نواجهها فقد عزيز فقدان وظيفة تعرض لإهانة إفلاس فقر أي ضغط من ضغوطات الحياة أي ابتلاء أي تحدي من تحديات الحياة هذه الأحداث في حقيقة الأمر لا تسبب الحزن ولا الفرح هذه الأحداث حيادية لا تسبب لك الشقاء ولا تسبب لك السعادة إنما الذي يسبب السعادة أو يسبب الشقاء هو طريقة ما يجري في الداخل في عقلك اتجاه هذه الأحداث الذي يسبب لك الألم والحزن هو العمليات الذهنية التي تجريها في عقلك اتجاه الحدث الذي تواجهه الآن أضرب لك مثاله هذا المثال واقعي يعني وقع في أرض الواقع اثنين شباب أخوان والدهم مريض يدعون الله دائما إلى هشافه وينفقون الأموال صدقات لشفاء والدهم وسافروا إلى كربلاء إلى الحسين ويدعون الله بحق الحسين أن يشفي والدهم إلا أن الله اختار لهذا الشاب لهذا الأب أن يموت فتوفي الشاب الأول الأخ الأول لما رأى والده على صخرة المختسل أصيب بردة فعل حادة جدا قال كلها الدعاء وكلها الأيام اللي أنفقنا وكلها الأموال ورحنا إلى ظريح الحسين ودعونا ودعونا فلم يستجب لنا الله فانسحب من الدعاء انسحب من الصلاة انسحب من الأدعية انسحب من العبادة جد تردت فعل قاسية جدا وصار يعيش حالة أشبه ما يكون بحالة الملحدين تقريبا ملحد لأن الله لم يستجب دعاءه ومات أبوه أخوه اللي تربى في نفس البيئة أخوه لما رأى أباه على صخرة المختسل فهم من هذا المنظر أنه تنبيه إلهي تحذير إلهي توجيه إلهي رأى والده على صخرة المختسل قال ما بعد هذا المنظر موعظة فاستقام أكثر واقترب إلى الله أكثر وصار صالحا وصار يؤدي حتى المستحبات ويتجنب حتى المكروهات صار هذا الموقف فقدان أبيه سببا لقربه من الله عز وجل طيب السؤال الآن هو موقف واحد هو أن الأب مات موقف واحد الركيزة الأولى تقول هذا الموقف حيادي لا هو خير ولا هو شر بالنسبة لك لا هو مفرح ولا هو محزن إنما الذي يحدد هذا الموقف هل هو مفرح محزن مفيد غير مفيد يؤلم أو لا يؤلم هو طريقة تفكيرك أنت ونظرتك لهذا الموقف الأول نظر له بأن الله لم يقف معه انسحب من الدين الثاني نظر لهذا الموقف بأنه سبيل للإيمان بأنه تفكير تنبيه لليوم الآخر وللموت وضحت الفكرة إذن الركيزة الأولى تقول بأن الأحداث حيادية إنما الذي يحدد هل هذا الحدث محزن أو يسبب الشقاء هو الإنسان نفسه من خلال طريقة تفكير أباكتيتوس فيلسوف الرواقي يقول ليست الأحداث هي ما يحزن الناس إنما أحكامهم ونظرتهم لهذه الأحداث ثم يضرب مثال يقول الموت لا يخيف وإلا لكان سقراط خائفا من الموت سقراط حكم عليه بالإعدام وجابوا للسم فتجرع السم بحالة من السكينة والطمأنينة ثم صار يعظوا طالبته ويدرسهم إلى أن مات يقول فلو كان الموت مخيف لخاف سقراط الموت حدث في ناس تتخاف منه وفي ناس ما تخاف منه ما الذي تغير هو طريقة تفكير للإنسان نفسه ثم قال من الجهل أن تلوم الناس على إحباطاتك وعلى حزنك وآلامك لأن هذا حدث أصابك أنت فهمت أنت جبت الحزن لنفسك من خلال فهم هذا الحدث من الجهل أن تلوم الناس على إحباطاتك وبداية العلم أن لا تلوم إلا نفسك وتمام العلم أن لا تلوم لا نفسك ولا الآخرين يعني يصدر عندك حالة التسليم لله عز وجل فديوم الإمام الهادي عليه السلام دخل على رجل مريض وكان يبكي جزعا من الموت خايف من الموت الموت حدث الإمام قعد دقائق غير نفسية هذا الإنسان شو اللي غير الإمام هل غير الموت لا الموت ما تغير غير طريقة تفكير فقط قال له الإمام الهادي عليه السلام إنك تبكي لأن أنك خائف من الموت لأنك لا تعرفه شوف شون غير تفكير حدث خليها ببالك الحدث حيادي لا يؤلم ولا يفرح أنا الذي أتألم من هذا الحدث من خلال تفكيري الإمام قال له أنك تخاف من الموت لأنك لا تعرفه تالي يضرب للمثال قال له لو كنت متسخا وعلى ثيابك الأوساخ والقاذورات وعلى جسدك القروح والجروح الإمام الهادي قال له ثم قيل لك ادخل هذا الحمام فيزول كل ما عليك من قروح وجروح ومن قاذورات هل ستدخل؟ قال بلى يا ابن رسول الله قال إن الموت هو هذا الحمام فما إن تشتاز الموت حتى يزول كل ما عليك من هم وغم وتنتقل إلى فرح وسرور الراوي يقول فسلم أمره وسكن وارتاح وغمض عينه وهو مرتاح ما تهو مرتاح إذن شيء اللي تغير؟ طريقة التفكير فقط لا أكثر كان يخاف ويعاني من الموت بعدين صار عنده حالة سكينة وطمأنينة من الموت اللي تغير الإمام الهادي يشتغل على طريقة تفكير لا أكثر حدث حيادي أنا أجعل هذا الحدث مخيف أو أجعل هذا الحدث سبباً لسكينتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فديوم دخل على رجل مريض فقال له طهور نبي صلى الله عليه وآله ينظر من هذه الزاوية هذا مرضك طهور لك يطهرك من الآثاب من الذنوب قال لا يا رسول الله بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور ما قال النبي صلى الله عليه وآله قال فنعم إذن مثل ما تشوفها أنت هذا عقلك شون تشوف الأحداث إما أن تتعلم منها أو تتألم منها كما ترى الأحداث تكون لك قال فنعم إذن يقول الراوي فمات بعد ذلك فلم يصبح إلا ميتا إذن هذه الركيزة العقلية الأولى خليها دائماً بالنا أنك إذا حزنت أو تألمت من حدث ما فاعلم أن ألمك بسبب تفكيرك أنت مو بالضرورة الحدث مؤلم أياً كان هذا الحدث هذا الركيزة الأولى طيب تعالوا الركيزة الثانية العقلية الأمور من حولنا يا أخوان على نوعين على قسمين وقد ذكرنا هذا المعنى في السنوات السابقة هناك أمور تحت سيطرتنا وتحكمنا وفي الغالب الأمور الأخلاقية تحت سيطرتنا أن تكون صادق هي تحت سيطرتك تقدر أي وقت تصير صادق أن تكون نزيهاً هذا تحت تحكمك وسيطرتك أن تزكي نفسك هذا تحت سيطرتك أن تتقرب إلى الله هذا هم تحت سيطرتك في أي وقت تقدر تتقرب خطوات إلى الله وحس أنت الآن قاعد بالمأتم بإمكانك تغمض عينيك تقرأ آية تقرأ ورد معين تتقرب به إلى الله هذه أمور كلها تحت سيطرتك أن تزكي نفسك تطور ذاتك أمور تحت سيطرتك أنت أنت متحكم بها وعدنا أمور ثانية ليست تحت سيطرتنا خارج عن سيطرتنا يعني ما نقدر نحافظ عليها دائماً ما نقدر نضمن بقاءها مثلاً ثروة عندك مليون ما تضمن تحافظ عليها المليون واحد عنده مليون فجأة أعوذ بالله يصاب بمرض فينفق هذه المليون على علاجه مثلاً أو يخسر أصدقائك وعلاقاتك ما تقدر تحافظ عليها دائماً وما تضمنها ما عندك سيطرة عليها صحتك ما عندك سيطرة عليها منصبك الوظيفي ما عندك سيطرة أي يوم ممكن يفنشونك وطلعونك سمعتك بين الناس ما عندك سيطرة عليها فخلي نفرق عندنا أمور نقدر نسيطر عليها دائماً أخلاقنا تسكيتنا لنفسنا علاقتنا بالله عز وجل هذه تحت السيطرة تحت التحكم أما أمور أخرى مثل السمعة والثروة والمنصب الوظيفي والعلاقات ومحبة الناس وغيرها هذه أمور خارجة عن سيطرة الإنسان قد تقبل وقد تدبر تفتو شباب جودة حياة الإنسان ونجاح حياة الإنسان وطمأنينته واتزانه وثباته متوقفة على نوعية الأمور التي يركز عليها في أغلب أوقاته أقول في أغلب أوقاته يعني هذا الشاب من الصبح للليل أكثر هاجس عنده وأكثر ما يفكر به ماذا هل في الأمور اللي سيطر عليها قادر على السيطرة عليها أم في الأمور الخارجة عن سيطرته يعني تخيل شاب معظم أيامه طبعاً مو كل أيامه مئة بالمئة لكن معظم خلينا نقول سبعين بالمئة هاجسه أن يزكي نفسه هاجسه أن يراقب نفسه مهتم دائماً بانفعالاته لماذا غضبت؟ لماذا حزنت؟ لماذا اكتأبت؟ لما يصلي الصلاة يراقب نفسه متوجه أو غير متوجه ما يخالف المرة ما صار عندي توجه صلاة المغرب صار عندي توجه أكثر يراقب انفعالاته يراقب نفسه يراقب صدقة يراقب أسلوبه مع الآخرين يراقب استقامته دائماً مهتم بما يمكنه السيطرة عليه هذا في الغالب بعد مدة شوف إنسان متزن شوف إنسان عنده حالة من القوة النفسية صلابة نفسية إنسان عنده حالة من الطمأنينة والسكينة وشاب آخر معظم أوقاته مهتم بالراتب بعلاقاته مع أصدقاءه وهي أمور قلنا ما يمكن السيطرة عليها ممكن يفقدها في أي وقت مهتم مثلاً بمنصبه الوظيفة مهتم بالعلاوات مهتم بالسيارة مهتم شوني يشتري شوني يأخذ هذا كل اهتمامه معظم أيامه هذا الإنسان في الغالب بعد مدة شوفه ضعيف شوفه مهزوز لماذا؟ لأنه سيبتلى يوم من الأيام راح يبتلى راح يفقد ما يهتم به دائماً هذاك الأول ما معطي اهتمام كبير لهذه الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها لو فقدها ما تأثر ما تهز روحه هو مهتم بأمور أخرى أما هذا اللي يمخلي اهتمام كله في أمور لا يسيطر عليها يكون مهزوز ضعيف عرض للابتلاءات ما عنده مناعة نفسية لذلك الروايات ما عندنا رواية تتوصلنا تقول دير بالك يعني نمي فلوسك واهتم بيها كثير ممكن عندنا روايات قليلة من باب التنبيه لكن أغلب الروايات تقول راقب ونمي وطور ما يمكنك السيطرة عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس عيوب يمكن السيطرة عليها يمكن معالجتها تدريجيا لكن عيوب الناس ما قدر السيطرة عليه اجا واحد للإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الصادق يشكوه من كلام الناس يأذون بالكلام يحجون عليه قال للإمام سلام الله عليه إن رضا الناس لا يملك وإن كلامهم لا يضبط هذا ما تقدر السيطرة عليه لا تعطيه أهمية ركز على نفسك وعلى أهدافك وعلى المعنى في حياتك وعلى أخلاقك وعلى تطوير ذاتك هذا يعطيك قوة أماش قالوا الناس وتكلموا الناس وانتقد الناس أو هذا الفلان تحدث هذه لا تعطيه كل اهتمام وإنما اهتم إلى ما يمكن السيطرة عليه وهي الركيزة العقلية الثانية طبعا بكرة نتكلم إن شاء الله عن جانب السلوك وجانب الروح اليوم العقل إذن الركيزة العقلية الأولى الأحداث حولك حيادية ركيزة العقلية الثانية هناك ما يمكن السيطرة عليه وما لا يمكن السيطرة عليه طمأنينتك متوقفة على تركيزك نوعية تركيزك على الأمور التي يمكن السيطرة عليها نقطة الثالثة والأخيرة وهي الركيزة العقلية الثالثة وذا تلاحظ كلها عمليات عقلية يفكر بها الإنسان وهي أن هذا الجسد وهذه النفس ميال إلى شهواتها ميال إلى هواها لو فتح العنان وأطلق العنان لهذه النفس وهذا الجسد فإنها لا تشبع وكلما أشبعت شهواتها كلما ضعفت وانحدرت إذن الركيزة الثالثة أن أعطي القوة قوة التحكم للعقل في ضبط إشباع شهوات النفس مو دائما أفتح المجال لهذه النفس نفسي تشتهي أن أجلس أمام التلفاز وأطالع أفلام ساعات العقل ما يقبل بهذا الشيء أعطي قدرة وسيطرة للعقل بأن لا يضيع وقتي أمام التلفاز نفسي تشتهي أن أتقلب بين مواقع السوشال ميديا توساء التواصل الاجتماعي من موقع إلى موقع بالساعة والساعتين ثلاث ساعات في اليوم ولكن العقل يقول لا حدد لك وقت معين وهكذا كلما فتحت المجال للنفس كلما ضعفت وكلما أعطيت سيطرة للعقل كلما كنت أقوى إذا أدار العقل هوى نفسي وشهواتي ما هي أفضل طريقة لتقوية عضلة العقل في إدارة النفس؟ أعطيكم طريقة ربما هي من أفضل الطرق أن أأخذ جرعات واعية متعمدة من المشقة والمعاناة بين الفينة والأخرى مرة ثانية أنا بنفسي أقرر أن أأخذ جرعات واعية متعمدة من المشقة والمعاناة بإدارة عقلي بين الفينة والأخرى مثلا أترك بعض الأمور التي أحبها وأزاول بعض الأمور التي لا أحبها هذا اللي يسمون بالآيات والروايات هوى النفس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى مثلا أنا أضرب لك مثال وكل واحد عنده حياة خاصة يقدر يطبق ما يناسبه يوميا أنام على فراش وثير خصص لي مثلا يوم أو يومين في الشهر أنام في مكان غير مريح أكثر هوى النفس أبتعد عن المكان المريح أمنع نفسي عن وجبة أشتهيها تكون موجودة فما أكلها هذا من نفسي قرار ذاتي هذه الجرعات البسيطة المتعمدة تعطي قوة للإنسان مع الاستمرار أتنازل عن مبلغ من المال مثلا هو من حقي أتنازل عن لقريب أو لفقير أتقبل إهانة توجه إلي أرحب بها أو نقد لاذع يوجه إلي أكثر لها الإيغو والأنا فأرحب بها وغيرها كثير هذه الجرعات اللي يأخذها الإنسان تقوي عضلة العقل عنده تقوي إدارة العقل لنفسه أما إذا فتحت الباب للنفس لتشبع شهواتها ثق بالله بعد مدة تكون ضعيفة جداً ما تتحمل ابتلاء وصعوبات تفطرب أن ابتليت لطيف يقول سينيكا يقول إن الماء والطحين والشعير ليس بالطعام المبهج طعام الفقراء هذا ولكن قمة اللذة أن تجعل أن تخلق البهجة من هذا الطعام البسيط أن تستمتع به أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام جاء بولا إناء فيه فالوذج حلوى فمد إصبعه وجأ إصبعه في الحلوى ثم استخرجه ولمضه تذوقه قال إن الحلال طيب وما هو بحرام ولكنني لا أعود نفسي ما لم أعودها ما عودت النفس أنها تلتذ بهذا الطعام فما أريد آكل مع أنه تذوقه لاحظ هذا اللي يعطي العقل قدرة وتحكم على نفسه يكون أقوى قادر على مواجهة صعوبات الحياة فأعطي نفسي جرعات من الألم لذلك عندنا كثير من الواجبات والمستحبات أخواني الشرعية هي جرعات ألم جرعات معاناة حتى تقوي الإنسان أنت تروح الحج الحج لا يوجد راحة لا يوجد رفاهية الحج تعب ومشي ومعاناة هذه جرعة معاناة لتقوية الإنسان لما تزور مريض زيارة المريض ليست مبهجة تجلس أمام إنسان ويشرح لك مرضة ويشرح لك ألمة بل يذكرك بضعفك أنت وتجلس أمام مريض وأكو احتمال الفيروس اللي أصاب هذا المريض في أي يوم يصيبك واحتمال مرض الذي أصابه يصيبك يعني زيارة المريض مو مبهجة ما عدنا أحد يتزور مريض ويطلع هو فرحان ومستانس لا زيارة المريض فيها ألم فيها مشقة الشريعة تتقصد هذا الشيء تجرع جرعات مشقة وألم هذه تقوي نفسك امشي خلف الجنازة ترى هذا المحمول على الجنازة ستحمل أنت في يوم من الأيام على نفس هذه الجنازة كلها جرعات ألم يعلمنا عليها الشارع ولذلك من الضروري أن نتعامل مع أبنائنا بنفس المنطق أنا عندي ولد عمر عشر سنوات خمسة عشر سنة يحتاج أمور كمالية ما أوفر لكل شيء ما أعلم أن الحياة مجانية كل ما تريد ستحصل عليه يوم مثلا طلب موبايل آيفون يوم طلب من عندي بلاي ستيشن يوم طلب من عندي الشيء الكمالي أتكلم عن الكماليات مو ضروريات ما يصير أعلم كل ما يريد سيحصل عليه لا أعلم أن الحياة مو مجانية إذا أردت شيء أسأله ماذا قدمت ساعة والدك في البيت مثلا في التنظيف أنجزت إنجاز معين حفظت سورة من القرآن حفظت قصيدة مثلا الحياة مو مجانية احفظ وأنجز وأنا أعطيك هالطريقة نخلق جيل يتحمل المسؤولية أما إذا كان الشباب الأطفال كل ما يريده يحصل أو يتعود على المفاجآت وعلى الإثارة وعلى الألعاب وعلى كل ما يريده لا تنتظر من هذا الطفل باتشر يكبر وعنده شعور بالمسؤولية وعنده قوة وشكيمة وعنده همة في حياته هذا تعود على أن الحياة مجانية فباتشر إذا كبر ويتمنى شيء ما يتحمل أن هذا الشيء ما يحصله تعود أن يحصل على كل شيء والحياة لا تقدم كل شيء بالمجان بل لا تقدم كل شيء للإنسان